يعني أنت ذكرتني بحادثتين في العهد القديم مكتوب عن موسى 9-6 خروج صحاح 9 أي 6 ولم يقدروا أن يسمعوا لموسى بسبب العبودية القاسية ولصغر النفس نقطتين كتير كتير من عبودية قاسية وصغر النفس والحادث الثاني لما موسى بعت الجواسيس الاثنى عشر رجعوا عشرة قالوا كنا في أعينهم كالجراد وهكذا كنا في أعيننا يعني أوكي العدو طويل وعملاق بس أنا كنت في عيني في نظر عيني أنا كمان كنت جراد ولكن يشوع وكالب بن يفنى تكلموا كلام إيمان كلام إيمان يشوع قال بل هم خبزنا وكالب قال إننا قادرون على امتلاكها ولما بتنظر في سفر العدد صحاح 14 الرب بيتساءل بتعجب حتى متى لا يصدقونني يعني مش عم بيصدقوا الآيات واللي شوفوا من الرب ومع كل ذلك بعدين بنفس الصورة بنفس الكيف تصوروها عن أنفسهم ضلوا في هذه الصورة والنتيجة كان في عقاب شديد في الواقع أخ نزار المثل اللي اديته من سفر العدد واللي حصل مع كالب ويشوع والعشر جواسيس ده نقطة مهمة جدا لأنه ده حتى يخليني بشوف القصة دي إنه تأثير الهوية مش بس على السلوك في القداسة أو حياة البر العملية لكن كمان إن ده مفتاح أساسي الهوية معرفة الهوية مفتاح أساسي ليه في ناس بتعيش الدعوة الإلهية والمقاصد الإلهية في حياتها واللي الرب كان عايز يعمله في حياتهم وفي ناس تانية بيموتوا في البرية أو ما بيعشوش الدعوة دي المثل اللي حضرتك قلته مسل واضح لأنه في مجموعة العشر جواسيس شافوا عنيهم إنهم زي الجراد ويقبلوا صدقوا صدقوا الكلام ده وشافوا النظرة دي وصدقوا اللي بيحاول الشيطان إنه يفردوا عليهم وهكذا كنا في عيونهم يعني كمان الأعداء بيقولوا أنتوا جراد فصدقوا للشيطان قالوا عليهم إحنا جراد إحنا جراد وإحنا شايفين نفسنا جراد كانت نتيجة إيه؟ العشر جواسيس واللي صدقوهم كلهم ماتوا في البرية ما عاشوش الحلم ما اتحققتش الدعوة عزيزي المشاهد المقاصد لو الرب يكلمك على دعوة على خطة عظيمة وده لك وعود فيه كلمات نبوية على حياتك إنه حيعمل من خلالك أمور عظيمة وإنت حسس إنه مش عارف ليه لغاية دلوقتي مش قادرت تشوف ده مفتاح أساسي أخ النظار إنه لما المؤمنين بيشتغلوا على الهوية بتاعتهم يعني يشتغلوا يعني إنه بيقضي وقت أنا بحتاج أنا ده فرق معي في حياتي الشخصية لما بقضي وقت أسيب ربنا يرمم صورتي عن نفسي إن أنا يا طرح أنا شايف جرجس إزاي أنا شايفه إزاي شايفه من خلال الماضي من خلال الوقوع الاختبارات اللي عاشها والسقطات اللي عاشها أو اللي كان العالم والناس اللي معايا في المدرسة بيقولهولي ولا المدرسين ولا يمكن تربية الناس كانت بتقولهولي وسبدقت ودخل تغلغ الجواية ولا كل ما بسيبها إنها تغير وتجدد رؤيتي عن نفسي فالنتيجة إنه لما بسيب ده بانطلق في الدعوة الإلهية أكتر ده اللي عمله كالب كالب قال إيه بقى إنه لا ده هم خبزانة نصعد ونمتلكها لأننا قدرهم شايف نفسه أسد شايف إن العدو ده ده إحنا هنأكلهم هنأرقشهم إيه ده شايف نفسه إيه انت فاكن نفسك مين يا كالب وفي عمر 85 أعطني هذا الجبل قال كالب لا يشوع بالزبع أعطني هذا الجبل يعني تقايل إنه حتى العمر ما كانش عائق أو محدد لعمل الله من خلاله لأنه شايف نفسه إنه شباب أحد الهوية بتاعتك وبتاعت يا أخ النظار أنت دايما شباب أنا أول لما دخلت عليك نهار ده إزاي الشباب أنا شجع حال إنه أنا شباب بالزبط كده لأنه كلمة الرب أنا مش بحاول أعمل حاجات نفسية أنا بشوف كلمة الرب في حدود كلمة الرب الرب بيقول يجدد مثل الناس الشبابك خلاص يبا كلمة الرب أجازا